واخيرا وافقت قبلت او صادقت الخطوط الملكية المغربية على اتفاقية تلبي تطلعات ساكنة الجهات الجنوبية ثلاثة لا نعرف اي مصطلح يمكن ان يكون مناسبا لوصف الاتفاق الذي يوقع اليوم مع الخطوط الملكية المغربية الا انه وكيفما كان الوصف في مجمله يحقق اخيرا مطالب ساكنة لقالب جنوبية وحقهم في الصفر جوا في اوقات مناسبة وباثمان موتية وطيلة ايام الاسبوع اخيرا وبتضافر جهود عدة متداخلين على رأسهم السادة ورؤساء الجهات الجنوبية ثلاث وعدة قطاعات وزارية ساهمت في بلورة هذا الاتفاق من وزارة التجهيز والنقل القطاع الوصي ووزارة الداخلية الوصية على الجهات ووزارة الاقتصاد والمالية ووكالة الجنوب التي قادت المفاوضات بصبر وثبات واخيرا الخطوط الملكية المغربية التي قبلت الاتفاق بمقابل ثلاث وثمانين مليون درهم كقيمة للغلاف المالي الداعم لهذه الاتفاقية وعليه ابتداء من فاتح يونيو 2013 ستسير الخطوط الملكية المغربية رحلات يومية إلى كل من مدينتي العيون والداخل وخمس رحلات أسبوعية إلى كل من مدينتي يقليم والطنطان بأثمان لا تتجاوز ألفين درهم ذهابا وإيابا وفي أوقات لا يتجاوز فيها توقيت الوصول إلى الدار البيضاء الساعة السابعة مساءنا المبلغ الذي خصص لهذه الاتفاقية يقول 87.5 مليون درهم ترجمة نانسي قنقر